السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي بناتي طلبتي جميع المراحل نبدأ ان شاء الله الحلقة التالتة بإذن الله من اساسيات الكيمياء اساسيات الكيمياء اساسيات الكيمياء دي سلسلة بنقدمها علشان نخلي ابنائي طلبت وطالبات جميع المراحل السنو وادادي يركزوا معايا في اساسيات الكيمياء اساسيات الكيمياء زي ما قلنا قبل كده هتفيدنا في كل حاجة في حياتنا بعد ما نخلص سنويا يعني يعني مهمة اه جدا 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 يبقى سلسلة الخبير في الكيمياء دي الحلقة رقم ثلاثة طيب كنا المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت طبعا ساعة هعمل لكم حلقات متتالية كلا وراء بعضها ان شاء الله بس عشان الوقت بالنسبة لي فبإذن الله حينما تتاح الفرصة بعمل لكم الحلقات عشان ايه كلنا يستفيد لان انا حاول اعملها لكم في عشر حلقات متتالية وراء بعضها وده تتبقى مقدمة لكرس الكيمياء اللي هنعمله ويبقى اجر رمزي ان شاء الله لانه يبقى كرس كامل بقى بإذن الله يعني كل حاجة في الكيمياء في جميع المراحل هتبقى مترتبة ترتيب كويس وسهل ان شاء الله وده حلوة برضو كويسة برضو لمعظم الطلبة والطلبات اللي عايزين ايه تفوقهم في الكيمياء اللي عايزهم يبقوا مبتكرين في الكيمياء محسوش ان الكيمياء عبقى عليهم ان هم بيذكروها غصبا عنهم لانهم بحفظوها بس ما بفهمواش علشان ما نضيعش وقت ما زلنا في التفاعلات الكيميائية والتفاعلات الكيميائية يعني نتوقف عنها شوية نريح عنها شوية ونتكلم النهاردة شوية عن الزر ايش مهن الزر يا مصدر الزر دي موجودة في تانية ايدادي وموجودة في اولى ايدادي وموجودة في ايه تانية سنة ايه حكاية الزرة الزرة الصغر وحدة بنائية للمادة شوفوا اللفظ بقى كده يمكن ان تشترك في تفاعل كيميائي طيب ايش معنى ايش معنى قلنا يمكن لكن في بعض زرات ما تشتركش طبعا العناصر الخاملة او المجموعة الصفرية باللغة التانية ايدادي باللغة التانية سنوي في الكيميا في الجدول الدوري يعني ايه يا مصدر اصغر وحدة بنائية والزرة دي مذكورة في القرآن واصغر منها مذكورة في القرآن ده الاعجاز العلمي اصغر وحدة بنائية للمادة اه يمكن ان تشترك في تفاعل كيميائي تمام يعني ايه برضو يعني انا عندي زرة السوديوم شوفوا كلا زرة السوديوم اولا ده عنصر السوديوم وزرة السوديوم يعني فيها تب ايه تعريف العنصر ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليلها الى ما هو ابسط منها بالتفاولات الكيميائية العادية او المعتادة يعني زردة السوديوم فيه رقم هنا تحت اسم العدد الزر ركزهم لان اعداده والسنوي يبقى اللي تحت اسم العدد ايه الزر اتومك نمبر اللي بتاعي اللغات عشان ما يزعلوش اتومك نمبر نعمل انهم ما لبقى اللغات لا ما يدي فيه حاجات كتير مشتركة معلاش اتومك نمبر او العدد ايه الزر ماس نمبر او العدد الكتل العدد الكتلي اللي فوق اللي هو بنيسميه ماس نمبر ماس يعني العدد الكتلي ماس يعني كتلة مش ماس يعني económاتيك رياضيات اللي فوق ده اتنين وثلاثين ايه 23 وعشرين. تلاتة وعشرين. ده سوديوم. عرب وانجليزي سوديوم. سوديوم. سوديوم بالعربي وسوديوم ايه? انجليش. طب الرمز مكتوب ازاي? لا باللاتين بقى. ناتيليم. ها? وده مكون من حرفين. ان وايه? ان كابتل والايه? اسمه. خلاص? زي التسمية السنائية في الايه في الاحياء. انه انتم فاكرين. بتوع قولها سنوي. اللي عدوا بترمي الاول. في حاجة اسمها تسمية سنائية بالصحظوم محش. اللي ما درسوهاش. اللي هو الباب الرابع. تعالوا بقى السوديوم. انا عاوز اتكلم عن ايه بقى? عاوز اترجم ده في صورة الزر. لان الزرة لها حكايات ولها روايات في تانية سنة وفي الكيميا. معلش? الزرة بابسط صورها نواة. يعني الزرة تخيلها زي زيتونة او بلح. يعني يا استاذ. فيها نواة وفيها الجزء اللي احنا بنكله. نواة هي تترمي. والجزء الباقي ده كله بتتكل. بلحة مثلا او جوافة او مانجة. المانجة مش اللي النواة بنكله الجزء الباقي ده كله. وده القشرة اه. تعالوا بقى كده بالراح عشان ايه? ما نضيعش الموضوع. اي زرة في الدنيا بنفكيك كالقاتي. في حاجة اسمها نواة? تفضل يا استاذ. شوف انا خرجتها برا ايه? النواة فيها الحاجتين دول. ايه هما? العدد الزري يعني عدد البروتون. يبقى زائد حداشر. نركز تاني عشان الناس اللي داخلين قلوه اعدادي. ده عليهم في اول سنة. هم? في اول الترمي يعني. يبقى الزرة هم? العدد الزري ده هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. تاني العدد الزري هو عدد البروتونات داخل النواة. وهو يساوي عدد الالكترونات السالبة حول النواة. هل الالكترون كتلته بتساوي كتلة البروتون? لا طبعا. كتلة البروتون اكبر من كتلة الالكترون بالف وتمنمية سبعة وتمانين مرة. الموضوع بقى. يعني متساوي في الشحنة فقط. وفي العدد. لكن الكتلة لا. خلاص? تاني. الالكترون مكانه برا النواة. البروتون مكانه في قلب النواة. نمثلها من حياتنا نمثلها بس ما نقول نيوترونات الاو. في شحنة تلتة اسمها نيوترون. بصهم موجب وتحتها سالب. بقت متعدلة. موجب وتحتها سالب. ها? نطرح 11 من 23. يبقى بقي كاما يا جماعة? 12 نيوترون. هو ده تحليل زرة السوديوم. تحليل زرة السوديوم. اه مهمة في الكيميا جدا. وفي علوم ادادي. وفي كيمية آآ تانية سنو. وفي كيمية قولة سنو. وبناخدها في الكيميا النووية. في الباب الخامس. اللي اتلقى من قولة سنو والسنة دي. يعني اساسيات يا جماعة مهمة. جدا جدا جدا. ولازم نعرفها. كراجل هخش على كلية. معليش كلية دي هتطلع كل خبايا ما اسفل الكلية. اللي هي تلتة سنة وتانية سنة. وقولة سنة وتلتة اعدادة وتانية اعدادة. يبقى انا مالي مركزي. اما ادخل اي كلية من كليات السبعة اللي احنا قلناها. سبع كليات قمم. تربية قمة طبعا بتطلع مدرسين. معليش? مدرس مش هو اخد حقه صحيح. بس لازم ان شاء الله في يوم العلم هياخد حقه. خلاص? كلية علوم. قمة في العلم. طب. صيدلة. هندسة. معليش? قمم. قمم. لازم ادخل وانا عارف الكيميا. يبقى احنا هنا الوقتي لما بنرسم. الزرة. ها? ترجمنا الكلام. عدد الزر ايه هو? هو عدد البروتونات. الشحنات المجابة. داخل النواة. وهو يساوي عدديا عدد الالكترونات السالبة حول النواة. النيوترون قد يتساوى مع البروتون. يعني يا استاذ. انا عند الاكسجين اوه تمانية ستاشر. في الحالة دي لو طرحت الستاشر ناكس تمانية تطلع لتمانية. يبقى الاكسجين لو عملته كظرة قدامي. ها? في تمانية بروتون. تمانية نيوترون. تمانية الكترو. يبقى تمانية بروتون. وهو يساوي عدديا عدد الالكترونات. وزائد او ناكس تمانية ايه? نيوترون. يعني ايه يا استاذ? نشوف بنبص بس بالراحة كده. اي زرة بتجي اللي بفككها كده وبحللها كده. هي ده الزرة عبارة على النواة والسابع مستويات طاقة. اتنين تلاتة اربع خمس ستة سبع. سبع مستويات طاقة نطلعهم برا كده. قد النواة هي. خلينا في السوديوم هداشر بروتون. زائد او ناكس اتناشر. نيوترون. ركزوا معي عشان هنحاول نلم موضوع الزرة مواصمه كله بالاسئلة اللي عليه بالحاجات المطلوبة بالتوزيع الالكتروني بحاجات كتير هنعملها النهاردة. عشان عايزين الحلقة نطلع بحاجة. يعني ما ما نتكلمش كده وخلاص. في سبع مستويات طاقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبع. كي ال ام ان او بي كيو رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع. الكلام ده مهم يا جماعة. اه مستويات الطاقة. مستويات الطاقة عددهم سبع. في اسقل الزرات اللي هي فوجة نظر علماء وظاهريا وغير ظاهريا اللي هي اليورانيوم. اليورانيوم يو اتنين وتسعين متين تسعة وتلاتين او متين تمانية وتلاتين او متين خمسة وتلاتين. ويكفينا شر متين خمسة وتلاتين دي. متين خمسة وتلاتين ده هي اللي بيتم عن طريقها تفاعل متسلسل ده ناخده في قولة سنة وبالتفصيل. في الباب الخامس الله يرحمه. اللي تم الغاؤه هسأل عام. كيمياء النومية من اجمل واحسن فروع الكيمياء. وبرضه هنتكلم عنها مش هنسيب حاجة. احنا قلنا اساسيات الكيمياء ها هنتجول في كل هناخد من كل بستان زهرة كده. من كل بستان زهرة. خلاص يعني مش هنسيب حاجة بقدر امكان ان شاء الله لان اللي عاوز يتأسس يتابع معايا ان شاء الله. بس الراجة نشير القناة. ها? نعمل نوصلها لزميلنا. نوصلها للجروبات اللي معنا. بتستفيد ويفيد القناة. يعني دعم القناة. دعم القناة عشان نفضل مستمرين. مش عشان المصدر يكسب ولا ما يكسبش. لا عشان القناة تستمر على اليوتيوب كده وتبقى كويس. خلاص. والاشتراك مهم جدا. لا بتدفع فيه فلوس ولا بتخسر حاجة. بتشترك ازا هيوصل لك الاشعارات مباشرة. اي حاجة تنزل. كيميا فيزياء احياء في جميع السنوات اللي احنا شغلين فيها. خلاص. يعني الوقت عشان نعرف العلوم كله بازن الله معانا في قناة اليوتيوب. عشان نعرف برض المصدر بدي ايه? عندي العلوم ايه? ايه اللي دخل الكلام ده الوقت في الحلقة? عشان نفهم بس الاول ون ايه? ونزبط القناة مع بعض. انا بدي علوم الحمد لله بفضل من ربنا جميع المراحل. اي مرحلة فيها اسمها علوم? مستر مصطفى الراجب خبير العلوم. فيه ترمي اول وترمي تاني بفضل من الله. بفضل من الله. ما الشاطرة مننا. الساينس جميع المراحل ان شاء الله. يبقى دية العلوم مرحلة الاعدادية والابتدائي. ابتدائي كمان يا مستر نزلت ابتدائي? اه. مفيش مشكلة. ما هو الخبرة بابتدائي بتوصلك لاعدادي بتوصلك سنة واساسك حلو. مش المستر. الطالب. يعني في بعض حاجات لازم اكون عارفها من السنوات اللي فاتت. لازم. يعني في حاجات كتير. يعني الصياق الكيميائية اللي انا كل شوية بقول لك في كل حلقة هديك وهديكي الصياق كيميائي. ما عليش احنا بتقنفها في قولة اعدادي. خلاص? ابتدائي طبعا اه منزل همش يعني ما نقولش هم يعني ما لهمش حق معنا. لا لهم حق معنا. هنبادئ من رابعة لغاية تلتة سنة وبفضل من ربنا. المرحلة الاعدادية خلاص قلنا علوم وساينس. هي اعدادية وابتدائية. ان شاء الله سنوي بازن الله استمر معاكم الكيميائي في التلت مراحل. يبقى التلت مراحل كيميا كيميستري. وان شاء الله نزود ايه? اللغات شوية. لان اللغات بصراحة يعني اه اثرت معهم شوية. خلاص? اللغات اثرت معهم مع ان اشتغلت في مدارس الوقات فترة. خلاص? يبقى كيميستري او كيميا هتبقى تلتة مراحل ان شاء الله. هنعرف المسطر بالشغل ايه? في قناة مصطفى راجب خبير العلوم. بعمل لها دعاية? لا ما بعملش دعاية. انا عاوز ان شاء الله انتو بس يسبتوها. اي حد يستفيد بحاجة فيدوا زمائلكم. تاخدوا سواب. خلاص? لان في بعض ناس ما بتاخدش دروس. في بعض ناس قاعدين بحفظوا خلاص. انا دوري معاكم ان بسهل لكم المعلومات. خلاص? بسهل لكم المعلومات. ما بجيبش كتاب واحد اقرأ منه وقول لكم احفظوا دي ولا بتحفظوش دي. انا بفتح لكم الموضوع في كل حاجة. في الكيميا. لان الكيميا اسمها موسوعة. موسوعة الكيمياء. خلاص? يبقى انا ما بشتغل كيميا معلش معاكم. بشتغل معاكم بطريقة سهلة توصلكم للهدف اللي انت عاوزين. نعرف نحل. نعرف نجاوب. نفهم احنا بنعمل ايه. وزر محفظش كلمة. يعني كلمة اظهر وحدة بنائية المادة دي. يمكن دي تحط تحتها خمس تلاف خط. لان ممكن ما تشاركش في تفاع الكيمياء. قلنا في حاجة اسمها غازات خاملة. خلاص? غازات خاملة لا تشترك في تفاع الكيمياء. لا بتساهم ولا بتفقد ولا بتكتسب اذا ما بتشاركش. وليس لها تكافؤ اساسة. لان التكافؤ برضو هنتكلم عنه الوقت. تفاكرين الحصة اللي فاتت ولا قبلها? قلنا من ضمن العناوين المهمة جدا التكافؤ. لان التكافؤ انا بشبهه في حياتنا زي ايه? معلش? انا قعد في محاضرة. وبدل الصف بالصفوف. خلاص سواء درسة او محاضرة او في مدرسة. طالب جاي وعاوز ياخد معانا محاضرة. بقول له انت اسمك ايه ولا في سنة ايه? يعني ايه? ايفيدني اسمه? ولا هو في سنة ايه? يفيدني الاول في السنة ايه? او ده التكافؤ. تكافؤ في السنة ايه? يعني في اقولها سنوي ولا في تانية السنة ولا في تالت السنة? خلاص? يبقى في الحال دي باعرف في الاول وبعد كده الاسمه هتعرف هتعرف ان شاء الله. ده اللي انا بقول. يبقى تكافؤ العنصر مهم. لازم اعرف تكافؤ اي عنصر. ليه? عشان اعرف اشتاع. يبقى خلاص عشان نخلص الجزئة ديت. قلنا علوم اعدادي وسنوي اعدادي وابتدائي ها المراحل السنوية كيميا ان شاء الله تلات صفوف يبقى اولى وتانية وتلت طيب احياء اولى وتانية وتلت احياء اولى وتانية وتلت فيزياء اولى بس ان شاء الله فيزياء اولى بس عندك اولى وتانية وتلتة مصدر اسلام رجب في قناة العبكر تابعوا معاه الفيزياء ما شاء الله شغال فيها كويس جدا أولى وتانية وتالتة أنا كيميا أولى وتانية وتالتة أحياء أولى وتانية وتالتة وبشارك معاكم في فيزية إيه طبعا دي لها قصة أقول لكم إزاي الفيزياء وإزاي بتدي التلاتة دي هتبقى قصة الوحدة عشان إيه الحلقة مطرعش يبقى الوقت هنا يبقى عددهم كام سبعة خلاص اللي اكتشف مستوى الطاقة من العالم ها بور يبقى فيه عالم اسمه ايه بور العالم اسمه بور بور وكان زمان بيقوله بوهر بس للأسف أو بصوا كده كده انجليش ها يبقى اسمه ايه بور العالم بور اللي اكتشف ايه عدد مستوى الطاقة واكتشف ايه مستوى الطاقة بمعناء صح إن فيه مستويات في الفراغ ها بيدور فقى الالكتروني طب بالراحة بقى كده عشان برضو ايه ما نطولش في الحتة ديه المستوى الاول بيتشبع باتنين الكترون التاني بيتشبع بتمانية الكترون التالت بيتشبع بتمانتاشر الكترون الرابع بيتشبع باتنين واتلاتين الكترون طب الباقي عشوائي من غير قانون يعني ايه استاذ ركزوا كده معايا في قاعدة اسمها اتنين نون تربية عربي تو ان تو انجلش لغات وتانية سنو تانية سنو بنستخدم تو ان تو او باور تو اللغات نفس الكلام العلوم بالعربي اه اتنين نون تربية يعني ديف قولها ادادي ودف تانية ايه سنوي كيميا عايزين نطبق عليها كده بسرعة عشان ما نضيعش وقت انا قلت المستوى الرابع فيه كام اتنين و تلاتين طب احسيب لي بقى كده مسألة هي احسيب عدد الكترونات المستوى الرابع مستوى رابع يعني نون بتسوى اربعة يسيروا ولا تعسيروا ادخل في الموضوع على طب يعني نون ده هي بتساوي اربعة يعني نعايز عدد مستوى عدد الكترونات المستوى الرابع هقول له اتنين مضروبة فيه اربعة هشيل النون وحط اربعة قس اتنين يعني هتساوي اتنين فيه اربعة في اربعة بكام ستاشر يبقى اتنين فيه ستاشر باتنين و تلاتين اتنين و تلاتين ايه الكترون تاني احسب عدد الكترونات المستوى الرابع النون بتساوي كام اربعة شيلت النون شيلت الان وحطت مكانها ايه اربعة طيب هاتلي المستوى عدد يبقى دي رقم واحد دي رقم اتنين مسألة تانية هلاص دي فيه تانية سنوي ايه وفي اولاق اعدادي احسب عدد الكترونات المستوى الثاني يعني يا استاذ نون بتساوي ايه اتنين احسب معها على طول يلا ها اتنين فيه شيل النون وحط ايه شيل النون وحط اتنين كل تربية يبقى اتنين فيه اتنين في اتنين بكاة باربعة يبقى الاتنين في اربعة بكم يا جماعة تمانية ايه الوكترون كلام ده مهم حتى اللي خدوه في اولا اعداد السنة دي لازم يرجعوه تاني وتالت ورابع لانه نتقبل تاني في كمية تانية سنة خلاص يبقى الوقت هنا عدد الكترونات المستوى بحسبها بالطرق دي تبهتلي الاول يلا عشان بتقولش لساز ايه عد حاج عدد الكترونات المستوى الاول يلا الاتنين الاول زي ما هي سبت ها فيه شيل النون وحط واحد قس اتنين شطر في الرياض يلا ها اتنين فيه واحد في واحد بواحد يبقى يساوي كام اتنين الكترون يتأكد لي كده من اللي ستة اللي انت كتبقى لها فوق ها المستوى الاولاني في اتنين الكترون طب اللي احنا عملناه مستوى الرابع في اتنين وثلاتين تمام المستوى التاني فيه ثماني تمام وليسة الثالت يعني انا نعديه ليه يعني يحسب عدد الكترونات المستوى السالس كلمة السالس هنا الاول يعني النون بتساوي واحد عشان ما تزعلش ها هنا نون بتساوي ايه ثلاث يلا يا جماعة كلا يحسب عدد الكترونات نحسبها يلا لاثنين سبت رقم سابت فيه النون بتلات قس اتنين يبقى تساوي الاتنين في تلاتة بكه بستة الاتنين سماهية سبتة شوفوا اللحظة واحدة كنت اطلخبط انا فنركز كده بنراح الاتنين سبتة هي التلاتة في تلاتة بكه بتسعة الاتنين في تسعة بكه تمنتاشر ايه الكترون هل الكلام ده صحيح اه اتفضل بعد كده دي عليها سؤال عالي ليه بعد المستوى الرابع ما مطبقش عليها القانون لان الزرة بتبقى غير مستقرة مثال بسيط بره المنهج خالص اه انا عندي فرح مثلا الاسباح الجاه الاقارب كل هالة بتيجي كل فترة قبل الكورونا وقبل الابتلاء اللي ايه ابتلين بيه والحمد لله اه ايه اللي يحصل في خلال الاسباح ده هتلاقي كل شوية بقى مقربون اوي 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 هيجيبوا ولادهم وييجم وهيعودهم ويبيتهم يبقى يا فرحة اه بس هيبقى هه في شوية في شوية قلق في البيت يعني ايه قلق يعني اللي كان بنام وبرتاح في قوضة شوية ولا بتاع ما عادش في النوم شوية هه الضفة التانية والتالتة والربع معلش اربعين خمسين حبايا من الزكور والاناس وعيال زغيرة وبتضرب في بعضها ان شاء الله لانت نايم ولانت قاعد هي الزرة كده بعد ايه المستوى الرابع بتبقى غير مستقرة غير مستقرة تماما خلاص يبقى في الحالة دهيات في الحالة دهيات ده تمثيل بسيط لهزي الايه القاع يبقى الوقت هنا لو حطنا السؤال علل تانية سنة وكيميا واقول اعدادي علوم لها تنطبق قاعدة اتنين نون تربية بعد المستوى الرابع يعني اخيرها الرابع بعد المستوى الرابع ما فيش ايه ما تنطبقش لماجزة لان الزرة غير مستقرة لان الزرة غير مستقرة بعد المستوى الايه الرابع كلام ده مهم يا جماعة مهم جدا 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 طيب نكمل عشان الوقت لسهلنا في الزرة سؤال مهم اه تانية سنة واولى سنة وتالتة اعداد وفي كل حاجة الزرة متعدلة كهربيا الزرة متعدلة كهربيا كهربيا وليس كتليا يعني ايه كهربيا انا من شوية ايلين ان زرة الصوديوم فيها 11 بروتون موجب و11 الالكترون ايه سالب متساوية ها متعدلة كهربيا بس وعدديا وكهربيا لكن كتليا لا ولذلك هيجي السؤال اللي بعد ده كده الكتلة او كتلة الزرة تتركز في النواة سؤال خطر جدا الاتنين دول كل واحدة فيهم اسقل كتليا من الالكترون 1877 او 78 المر خلينا في الزرة متعدلة كهربيا لماذا لان بصوا كده عدد الالكترونات السالبة حول النواة شوف انه عملت ايه عدد الالكترونات السالبة شحنتها الالكترونات اسمه حول النواة مكانها بيساوي ايه العكس بقى بالنسبة البروتون بيساوي ايه عدد البروتون ده اسمه بروتونات الموجبة ده شحنتها او الجنسية بتاعتها حول النواة لا داخل النواة سؤال بصراحة مهم جدا جدا ولازم ناخد بالنا منه لانه بيفيدنا حدف الجمع يبقى الزرة متعدلة كهربيا بس اه فعلا متسويين عدديا او كهربيا لكن كتليا قلنا السؤال اللي بعديه علل تتركز كتلة الزرة في النواة تتركز كتلة الزرة في النواة مكانها الاساسي فين يا جماعة في النواة لماذا؟ التقل كله ليه في النواة؟ لان النواة فيها حاجتين الحاجتين دول كل حاجة فيهم اكبر بكثير من كتلة مين؟ الالكترون التي تكاد تكون مهملة يبقى نقول اجابة نموذجية لانا لانا النواة شوف اخر كلمة النواة هي؟ لانا النواة لانا النواة بها بروتون بها بروتون ونيوترون ونيوترون وكتلة كلا منهما اي واحدة فيهم كتلة كلا منهما اكبر بكثير من كتلة الالكترون التي تكاد تكون مهملة التي تكاد تكون مهملة الكلام ده مهم يا جماعة مهم جدا 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 يبقى دي تتركز كتلة الزرة فين؟ في النواة خلاص يبقى ده بالنسبة للجزء اللي احنا بنتكلم فيه ايه؟ عن الزر لسه بقى لنا التوزيع الالكتروني التوزيع الالكتروني التوزيع الالكتروني نتكلم عنه جزء صغير كده ونكمل الباقي لحصة الجاي عشان يبقى بدايتنا ايه؟ التوزيع الالكتروني ايه حكاية التوزيع الالكتروني يعني بيجي يطلب مني توزيع الالكتروني اه ولازم اكون عارف يعني عايز التوزيع الالكتروني بتاع السوديوم 11 عايز التوزيع الالكتروني بتاع كلور 17 عايز التوزيع الالكتروني بتاع الكلسة 120 عايز التوزيع الالكتروني بتاع البوتاسيوم 19 يلا مقدم اي فكرة التوزيع الالكتروني وهذا النيتروجين كمان بالمرة 7 ليه انا منوع منوع لان في ايه انا عندي النيون عشرة اللي هو الغاز الخامل ما قبل العشرة بعمل اتنين مستوى طاقة فقط عشان ما لبخش الدنيا كي وقل ما قبل العشرة حتى العشرة بعمل اتنين بس يبقى العشرة هو ما قبلها بعمل كي وقل بس ليه استاذ لان اول مستوى احنا عارفين بيتشبع بكام باتنين طب البقى كم السبعة اتنين من سبعة كام خمس خلاص طب العشرة اتنين ها اتنين من العشرة كام تمانية خلاص اللي سيام الا ايه تلات اتنين واحد اهو يبقى النواة دايما بعمل كده دي النواة نقطة ده على الشمال ديت يعني النواة اهي انا بعمل النواة النحيادة ليه عشان اعرفك ان اول مستوى قريب من النواة ولذلك في جزئية برضو عايزين نركز عليها مستوى الطاقة اللي عندنا دي بنقول اقربهم للنواة اقلهم في الطاقة ركزوا كده في القف وقف اقربهم اقلهم حلوة كلمة دي اقربهم للنواة اقلهم في الطاقة يعني الطاقة اللي موجودة اللي بتمد الالكترونات مستوى الطاقة بتمد الالكترونات بطاقة اللي اتنين بياخدوا طاقة قليل وده حاجة بسيطة في مسل في حياتنا يعني انا خليت طالب بلاش طالبة بقى خليت طالب يلف حوالان ترابيزة صغيرة معليش هيلف عشر لفات خليته يلف من مكان قاعدتي المكان اللي انا عاد فيه لغاية ميتين متر قدام طبعا هيلف اللفة ويهبط محتاج ايه مغزيات محتاج يشرب عصير محتاج مية اذا محتاج طاقة اكتر لان المسافة بتاعته بعدت الدايرة بتاعته وسعت لكن اللي بيلفلي حوالان ترابيزة هيلف عشر همستاشر لفة ومش هيوقف عشان يشرب او يشرب عصير او يريح هي دي الموضوع يبنى اقربهم للنواة اقلهم في الطاقة ابعدهم بالعقل والمنطق اقسرهم في الطاقة ابعدهم عن النواة لان النواة اصلا كمان ما عادش قادر تسيطر عليه انا ما يكون بد محاضرة في مدرج مدرج فيه خمسين بنش خمسين ديسك اظن ممكن ببصة واحدة للي قاعدين قدامي البنش الاولاني كلهم ما يقدرواش يتحرك ما حدش يقدر يمسك موبايل ويقعد اتفرج وانا قاعد ايه اصده خلاص لكن اللي في اخر خمسين بنش معليش يعني او ديسك ممكن يكون مشاغل حاجة ومط الصوت ممكن يكون بعمل حاجة حتى لواني مركب تلسكوبات فاني مش هقدر اصبط اللي في اخر الدنيا ده ما قادرش سيطر عليه خلاص اياما كان فيه ادب ما قادرش سيطر عليه ففي بالكل وقتي الادب زاد والتربية زادت والتعليم زاد خلاص دي حاجات بين قسيم بس وربنا يهدينا جميعا لانه والله ازعلان على التعليم وعالعلام وعالاوضاع اللي احنا فيها الله المستعان يبقى الوقتي هنا العشرة عملناها خلاص هي اللي سيام اتنين وواحد خلاص يبقى دي اسمها مستوى الطاقة والتوزيه طيب تعالوا بقى كده للسوديوم اكبر من عشرة خليك ناصح اكبر من عشرة نعمل ثلاثة وده النواهي اعمل ثلاثة لايه كي ال ام لان شيء طبيعي اتنين وتمانية كام عشرة طيب ما فيه زيادة واحد هرميه هنا وخلاص هو ده التوزيع الالكتروني اه اما التوزيع الالكتروني بتاع تانية السنوي موضوع تاني ده هيتشرح الحصة الجاية ان شاء الله قاعدة هند والبناء التصعدي وكلام جميل ما فيهش صعوبة هي الحاجة نفهم المادة فقط عايزين نفهم ودي نصيحة اه في بعض رموزها تتحفظ في بعض التكافؤات هنفهمها ثم نحفظها خلاص طريقة حل المعادلات دي معاكم ان شاء الله على الخط لغاية ما نخلص سنوية عام خلاص لان انا ناوي اجمع فعلا كل المعادلات اللي موجودة بتنظيم كويس خلاص لان فيه اساسيات الوقت في المعادلات يعني فيه معادلات ما اثر حرارة ما اتفعلت احلال بسيط احلال مزدوج خلاص يعني فيه حاجات كتير في المعادلات نبدأ نشوفها ونشوف نظامها ايه عشان نسهل لكم الامور لان دي تلخيصات وخبرة تلاتين سنة بالنسبة للكيمياء خلاص والعلوم والساينس بفضل من ربنا يبقى الوقتي هنا تعالوا هنا بقى كده النواة اكتر من عشرة يعني دي قاعدة استاذ اه قاعدة انا اللي حطيتها مش قاعدة موجودة في كتب يعني اكتر من عشرة وانا مغمض احط ثلاثة كي ال ام ونصيحة نعمل دي في المستويات الطاقة لان بعض مدرسين او مدرسات لو ما عملناش كي ال ام معاني ديت رسمي اتنين تمانية واحد صح رسمي يعني ايه رسمي بس ما بنصحش نعملها بالعربي بصراحة لان بالعربي بنقلب الدنيا خلاص يعني خلينا الحاجة اللي محتاجة انجلس سهلة مستعبة ولا حاجة خلاص يبقى كي ال ام دي بنصح به لان بعض مدرسين في الفصول لو ما عملناش دي بعمله كده للأسف معلش انا مش عايز اتكلم عن المدرسين لان برضو يعني هيبقى لهم وقفة معايا في بعض حاجات مش تحد ولا حاجة ده هي نصيح من اكبر من اخ اكبر له خلاص يا جماعة في اصول في بعض الحاجات يعني طالب او طالبة عاملالي كده التوزيع الاكتروني تقول لي لا لازم تعمل لي كده وتم عاملالي كده هو غلط في الامتحان لا حرام حرام لان في نسبة الظلم كتير في التصحيح هنا كي ال ام عملتها كده اتنين تمانية سبعة تفقنا صح عملتها كده وده اللي بفضلها عشان ايه اه خبرة الايام والليالي مع التعامل مع المدرسين والمدرسات ها هنا اتنين تمانية سبعة اتنين وتمانية عشر باقي سبعة تبتع له اللي دي بقى الاتنين دول في المرحلة الاعدادية اقصى حاجة لنا لغاية تانية اعدادي كالسام عشرين في تانية سنوي بنبدأ نتخطى هذه المرحلة بالطرق بتاعتهم بقى طرق مين البناء التصعودي وايه قاعدة هند لها توزيع تاني مختلف تماما خلاص يبقى الوقتي هنا التسعتاشر والعشرين اول ما شوف حاجة فيهم اعمل اربع مستويات ود النواة يعني انت بتحفزنا الوقت يا مستر لا انا ما اقول لكم حاجتين بس ما همش تابع دول ما همش تابع في ايه انني زودت مستوى لاني ما زودتش مستوى وانا بعمل في البداية هغلط حتى لو انا معلش متفوق ليه اتنين تمانية اتنين وتمانية كان حشر ما عملتش انت المستوى الرابع هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك ايه حطت عشر هنا في المستوى التالت ضيعنا نفسنا خدنا صف يا استاذ ما انت اايل المستوى التالت بيتشبع لغاية تمنتاشر اه بيتشبع لغاية تمنتاشر في التوزيع بتاعته لكن في التوزيع الالكتروني للعنصر العشرة دي بصوا كده تمانية اتنين ليه عشان يقدر يفقد الاتنين دول عشان يبقى سنائي لنا كلام في التكافؤ انا اتفقنا التكافؤ هيتقال خلاص في طريقنا هيجي معاده هتلاقي عاملين تكافؤ وموزعين توزيع التكافؤ بتاع العناصر وبتاع المركبات خلاص او الانيونات بمعنى صح وينزبط نفسين يبقى فهمنا العشرة توزعت تمانية اتنين ليه تمتاكس يا استاذ حط اتنين تمانية ما ينفعش لو حطنا اتنين تمانية خلت الكلسا معنصر خامل النيون بصوا كده اتنين تمانية يبقى العناصر الخاملة كام بتمانية لا تفقد لا تكتسب ما بتعملش حاجة خلاص ما مش معنى متشبعة لا تدخل في تفاعلات كميائية مش معنى خاملة ان هي نايمة في البيت لأ شبعت تشبعت مستوى الاخير تشبع تمانية الالكترون خلاص طب ده فقط ليه عشان يوصل لاقرب غاز خامل له وهو الارجون تمانتاشر خلاص طب دي بيفقد اه بيمل للفقر عشان يوصل للنيون لينا موضوع تاني في التكافأ عشان ما ندخلش المواضيع في بعضها يبقى انا عندي هنا الكلسام اتنين تمانية تمانية اتنين طب البوتاسيام زيه بالزبط بس ناقص واحد اه لاربعهم كي ال ام ان تاني كده اتنين تمانية عشرة من تسعتاشر تسعة اهم حط التسعة وخلاصه بالبركة لا احط تمانية ها يتبقى ايه واحد ولذلك ده احادي اتفاقنا ده سنائي لانه بيفقد ايه اتنين يبقى دية التوزيع الالكتروني كان مقدمة ان شاء الله يبقى لنا حوار تاني مع التوزيع الالكتروني لسه فيه كلام خلاص وهنتكلم في ان شاء الله الحلقة الجاية وهنكمل بازن الله المطلوب مننا ها نحاول نشوف الحلقة نحاول نفهمها نسجل ملاحظاتنا في ورقة خلاص ونعمل اشتراك فيها عشان يوصل لنا كل جديد وهحاول ان نزل لكم حلقات متتالية وبازن الله حاول يعني الاساسيات تخلىها في عشر حلقات زي ما وعدتكم ان شاء الله وهيبقى في استفادة بعد كده احنا ماشيين مرحلة مرحلة يعني المرة الجاية نخلص التوزيع الالكتروني وممكن ندخل على الايه جدول الدور الحديث وفيه حوار في تانية عدادة في بداية الترمي الاول ان شاء الله في العلوم وتانية سنوي في بداية الترمي الاول برضو في كيمية تانية سنة يعني بنحاول نواصل او نتواصل مع المراحل مع بعضها ان شاء الله ودي اهمية الكيمية في حياتنا بالنسبة احنا بنستفيد منها بايه وهتفيدنا بايه وهتفيدنا في مراحل مجموع السبع كليات اللي ايه قلنا عليها خلاص ما تنسوش الاشتراك زي ما قلنا ونبعد الفيديوهات لزميلنا عشان كلنا نستفيد والقناة يعني تتزبط شوي على اليوتيوب عشان برضو ايه نستمر معكم مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته